الخطيب اللي خلى الزميل العزيز الأستاذ عصام السباعي مدير تحريك جارية الأخبار امبارح في زاوية بوكس بتاعته قال هجوم وتجريح أتلقاه لا تكتب في كرة القدم كيف وهي في خطر لا تتحدث عن الأهلي دول كيف وهو مستودع الأخلاق والرياضة لا تدافع دائما عن الخطيب فهو ليس ملاكا قال لك كيف هو حتى الآن النموذج المثالي للشخصية الرياضية نعم هو ليس ملاكا ولكنه أقرب إلى الملاك عيد ميلاد سعيد يا ملاك الكرة ملاك الكرة خلص خلص هدفع الكرة الاحتفاب الكابتن الخطيب في عيد ميلاده وفي الظروف المرضية اللي بيمر بيها والأطباء شددوا حذرهم عليه لحذر الطبي أنه لازم أن يلزم البيت في راحة تامة 3-4 أسابيع لغاية لما يشوفوا النتيجة وإن شاء الله تكون النتيجة كافية أنها تعفيه من أي تدخل جراحي يرى الأطباء أنه ممكن ما يبقاش مستحب بشكل كبير لكن في هذا الظرف كان المستشار تركي قال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهية العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مشكورا أرسل وفد للإطمئنان على الكابتن محمود الخطيب في بيته وده اللي عبر عنه الكابتن محمود الخطيب بحفاوة وامتنان وتقدير وقال الكابتن الخطيب أنه بيعبر عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهية العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله لإطمئنان على صحته متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقنة التي أجراها أخيرا وقال الكابتن خطيب أنه يثمن وبكل التقدير ما أفض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيئدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية أنا يوميا بالصدفة كنت عند الكابتن الخطيب في البيت باطمئن عليه وكان فيه اجتماع للجنة التخطيب علي استنى خليك حضرنا الاجتماع واتكلم معي في بعض الأمور كده وعرفت أن فيه جايل وحد يعني احنا مشينا من هنا وهما وصلوا وبعد كده شفنا تفاصيل اللي حصلت وما كتبه الكابتن محمد الخطيب طبيعي أي إنسان يعني يجي لك ويشكرك ويتطمن عليك يجب أن تثمن هذه الخطوة ويعني دائما أحنا مع كل خطوات الصلح والسلام لما تأتي من بين الأحباء مطلوبة جدا 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 وعلينا نفرق بين المواقف مش موقف المحب زي ما هو واقف أخر شكرا